اليوم سوف نقوم بعمل المنجا بطريقة جميلة و خفيفة و سريعة و لذيذة سوف ترطب معك و تفرق معك لا سوف نقوم بعملها لانك لا تضيف فيها لا كريم شانتي ولا كريمة ولا حتى كاستردز كما يعملون حي انا اخذتها و اقعدت مع نفسي نسيت الدنيا و اقعدت خطيرة تبارك الله هنستخدم المنجا عندي كان عندي المنجا دي استخدمت اتنين منها فريش والباقي هستخدمه الهية المفرزة المحفوظة في الفريزر المنجا ما تعبتش في تأشيرها اول ما بقى سمع نصين بالشكل ده بروح ميطلعها كده خلاص تتزاد نديفة ليه لان هستخدم القشر بتاعها كأوالب للمنجا يعني انا بحفظها بشيل القشر مش باستخدمه في حاجة اكله لا بعمل ايس كريم تاني ودخله جوه جوه المنجا بنجهة المنجا بس باضيفها ليه حاجات تانية بلايش نقولها دلوقتي هنقولها بعدين اهو بعملها بشكل ده يبقهم ازاد طبقين كده شي اللي هن بروح واخدهم حطهم جوه زي بلاك وحطهم في الفريزر في الفريزر اللي حطيتهم في التلاجة بيبوزوه وباخد المنجا اللي انا نضفتها و بنزل عليها بالمنجا المفرزة عملنا مع بعض الحليب المكسف الايس كريم اللي هنعمله بين اثنين مكاون بس اللي هو المنجا بتاعتنا والحليب المكسف تاتساد مفيش حاجة تانية هسيب لكم اللينك بتاع الحليب المكسف في صندوق الوصف على فكرة عملنا اقتصادي وسهل وبسيط و عملنا في اقل من دقيقتين من غير ما تستخدمي لا بدو جاهز ولا حر ولا اي حاجة خالص 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 و نزلنا بالحليب المحلة على المنجا بتاعتنا و شغلنا عليها الخلاط الحد ما تأكدت ان هي اتحنت و بقت بالشكل اللي انتو هتشوفوه معايا بالزبط مفيش فيها شغل لنهائي بصوها من ازاي اول ما تفتحي عليها المنجا تقبلك على الطول و هبتدي اوزحها انا كنت مزبطة الدنيا ان انا اوزح في اسمي في اكواب صغيرة بس مش عارف اللي حصلي في اخر لحظة و وزعت المنجا عندي في اكواب المقاس ده و تلعو ثلاث كوبايات جامدين الكوباية جامدة جامدة كبيرة عايز اقول لكم فعلا كبيرة انا ما قادرتش عليها رغم ان انا بحب المنجا بس هي كانت كبيرة و وزعتها بالشكل ده وبعدين يعني مسكتها كده ضربتها كده ضربتين عشان اهزتها اهزتين عشان بس يعني لو فيه هوا دخل وانا بنزلها يعني ما بتبقاش فيه بابول من تحت عشان وانا باكلها تحس كده كاني باكل كريمي تشيز بص المعلقة النازلة فيها عاملة ازاي جميلة قوي كريمية نعمة ما تحسيش انك بتاتلي حاجة مش ايس كريم تحس اني طعم كريمي تشيز كده نعمة وصوفت اوي 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 طعم المنجا الظاهر اوي 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 هاي عايز اقول لكم انجوي وتابعوني على قناتي التانية وصفحيتي على الفيس وبنزل فيديو هنا وهنا مره على قناة دي ومره على قناة تانية انجوي يا جماعة عملوا الايس كريم ده خفيف وسريع الحليب المكسف ما بيخدش اكتر من دقيقتين بالزبط بتعملي وهسيب لكم اللينك بتاعه جوا الصندوق الوصف عشان هو فانا حلو غير مكلف كان معاكم ممو علي انجوي يا جماعة اشتركوا في القناة